موسيقى بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره أحبتي ما زلنا في برنامجكم العقائد الحق والمستقات من كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله كما قال إني تاركم فيكم السقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لي افترقا حتى يردا علي الحوض فعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين العقائد الحق تأتيكم ونستقيها منهم صلوات الله عليهم اتباعهم الهدى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأنهما أيضا وأن العترة يهدون إلى الله وإلى رسوله وإلى طريق الحق ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا لن تضلوا يعني فيهما الهداية فإذا سابقا تكلمنا وتحدثنا أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا مركب ولا يحويه الزمان ولا يحويه المكان ومضافا إلى هذه الأمور بعنوانها الكل الآية الشريفة الحاكمة علينا التي تقول ليس كمثله شيء هذه الآية نجعلها في أذهاننا في كل ما نسمع ونرى ونقرأ ونطبقها وكل ما خالف هذه الآية يؤول يؤول يعني يحمل على غير ظاهره يعني نقول الظاهر مو مراد يراد به شيء آخر فإذا ورد بخلاف ذلك ليس كمثله شيء إذا ورد أن لله يد يدا أو ورد أمثال ذلك فكل ذلك لا بد أو له جسم لا تدركه لأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير فإذا ورد شيء يوهم أنه الله جل وعلا يورى لا بد أن يؤول لا تدركه هذه أمور وآيات محكمة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات المتشابه يرجع إلى المحكم المحكم غير قابل للتأويل ليس كمثله شيء غير قابل للتأويل إذا قال لله يد لا بد أن يؤول غير مقبول هذا المعنى من هذا المنطلق جئنا إلى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في بيان بعض ما ظاهره يخالف المحكم فلا بد أن نؤوله من تلك الظواهر ما جاء عن مولانا أبل حسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال سمعته يقول بل يداه مبسوطتان مسألة مهمة مسألة مهمة قالت اليهود يد الله مغلولة هاي فكرة هاي عقيدة يد الله مغلولة موها يعنيه مو هذا المقصود شنو مقصودهم قالوا أن الله عز وجل خلق الخلق مثل ما واحد يضرب كرة برجلية راحت خلص راحت بعد ما يقدر يوقفها فرد واحد مثلا يسقط حجر من أعلى العمارة بعد ما يقدر يوقفها ما يقدر يسوي له شيء في عالمنا احنا الضعفاء هكذا قالوا الله سبحانه وتعالى هم هالشكل شون خلق هذا الخلق فقدر له تقدير إلى يوم القيامة مثل كورم دعبلة تمشي إلى أن توقف فهذا الخلق خلقه الله وقدره وخلص يعني شنو يعني يده مغلولة يده مغلولة يعني من يستطيع أن تصرف فالله عز وجل لا يستطيع هذا فكرة يهودية هذه الفكرة القرآن ينقلها يقول هاي فكرة اليهود فماذا يعني يعني أن الله خلق الخلق بعد ما يستطيع يتصرف مغلولة هذا معناته ما يستطيع يتصرف زين الراوي لما قرأ هذه الآية قالت اليهود يده الله مغلولة يعني من يستطيع يتصرف غلت أيديهم ولعنوا بل يداه مبسوطتان اللي حشوية واللي يأخذون بالظاهير واللي يأخذون بالمتشابه على خلاف المحكم المحكم شنو يقول ليس كمثله شيء إذا صار إيده ومبسوطه صار إلى مثل لو ما صار إلى مثل فهو خلاف القرآن فلا بد أن يؤول فالراوي هذا الرجل عند مولانا ابن حسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه شيء يقول يقول سمعت الرضا عليه الصلاة والسلام يقول بل يداهم مبسوطتان دا يشرح لي يقول لي يداهم مبسوطتان فالراوي يقول أنا استعجلت قلت هكذا يداهم مبسوطتان يعني هكذا شوف الإمام ماذا أجابه سمعته يقول بل يداهم مبسوطتان فقلت له يدان هكذا هالشكل وأشرت بيدي إلى يدي قلت له يشكل مولانا فقال لا لو كان هكذا لكان مخلوقا لو كان هكذا لكان مخلوقا هاي صفات المخلوقين مو صفات الخالق الخالق ليس كمثله شيء الخالق ليس له جسم هو خالق الجسم وكان قبل الأجسام الخالق كان قبل الزمان الخالق هو خلق الكيف كان قبل الكيف هو خلق الأين والمكان كان قبل الأين والمكان والزمان فلا يحويه الزمان والمكان والجسمانية وأمثال وخالقها أي صفة المخلوقين فإذا جاءت آية مو رواية آية إذا جاءت قالت بل يداهم مبسوطتان أهل الحشوية فكرهم على فكر اليهود زين قالوا هذا الظاهر هو هذا الظاهر هذا اليدين الإمام قال لا إذا كان المقصود باليدين يكون هاي صفة المخلوقين مو صفة الخالق تعالى تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا هاي صفة مخلوق مو صفة الخالق إذن ما المقصود بذلك مولانا المقصود بذلك يداهم مبسوطتان يعني يتصرف كمال التصرف كمال التصرف يتصرف مو مثلنا إذا ألقينا حجر من أعلى العمارة غصبا علينا يسقط على الأرض لا الله سبحانه وتعالى يوقفه في الوسط بعض البشر يا ناس يا ناس يا أوادم بعض البشر يفعل ذلك بأمر الله وبقدرته الله سبحانه وتعالى مو ضرب مثل في القرآن للأنبياء يحيي الموتى مو ضرب يبرئ الأكمه والأبراص كل بإذن الله تبارك وتعالى كذلك بعض الناس بإذن الله حتى هذا الحجر اللي دا ينزل ما يقدر احنا عموم الناس ما يقدر نوقفه حتى هذا حس الكلام يجر الكلام أذكر لك هذه القصة بشكل سريع سمعت أحد العلماء الآن هو موجود كبير السن نقل عن أحد العلماء زاره قبل أكثر قال أول ما كنت طالب الآن هو عمره فوق الثمانين حدود التسعين لعله عمره قال أيام شبابي يعني القصة يعود لها اللي هو سامعها لعله قبل سبعين سنة سامعها هو من أحد العلماء قال زرت أحد العلماء في همدان في إيران في همدان حدود سبعين سنة تقريبا القصة هو سامعها من أحد العلماء في همدان هذاك العالم كان عمره بالثمانين قال في أيام كنت في العتبات المقدسة وفي النجف أدرس يعني يعني أقل شيء خمسين سنة ترجع لي وراء هو هذا سبعين سنة حدود مية مية وعشرين سنة هذه القصة قديمة فأنا قل لك ياها متسلسلة أنا سمعتها من أحد العلماء هو سمعها ممن كان شاهدا على القصة حدود مية مية وعشر سنوات مية وعشر سنة قبل تقريبا ينقلها عن ذاك الرجل الشاهد للقصة يقول كنت في كربلاء في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ذهبت إلى حرم أخيه أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه شفت الناس شوية تدري الزوار قليلين يعني مو كان زوار كثيرين مثل الآن في أزمنتنا صعوبة النقل ذاك الوقت نعم بالمناسبات كان يكثرون في الأيام العادية كان زوار قليلين والزوار منتشرين في الصحن بس شفتهم قلقين يركضون منا يعينون منا شكوا قالوا طفلة ضاعت فالطفلة ضاعت لنا ما هي بدأ نبحث عنها يقول بينهم يتجولون ويرحون ويجون وإذا هذه الطفلة غاثلت أهلها وكان أكو الآن لو ترحون يشوفون منارة أكو وإلها باب مغلق خاص ذاك الوقت كان مفتوح قبل مية مية وكسور سنة ما كان مثل الآن بانتظام وكذا الباب كان مفتوح فهذه الطفلة هي وتمشي شافت هذا الباب المفتوح للمنارة وأكو درج يصعد صعدت صعدت يفتر يفتر الدرج إلى أن صعد فوق المنارة المنارة فوق العشرين متر العلو مالتها أكثر من عشرين متر فيقول التفت جيد احنا شفناهم دفعة واحدة التفتوا إلى أعلى وشافوا الطفلة فوق وما كفرد حاجز يحجز هذا المكان عن وقوع الطفلة الطفلة واقفة شي صعدهم دول لي فوق وإذا في هالأثناء يردون يصيحون لتوقعين كذا سقطت التفت سقطت الطفلة من أعلى المنارة سقطت يقول لما سقطت الطفلة يعني راح يتفلش راسها ومخها يتتشر إذا وقعت على الأرض يقول شفناها وقفت في الهواء التفتنا فرد واحد واقف فرد شخص واقف هو أشار عرف ذوله وشاف أشار للطفلة وقفت في الهواء فإجا أخذها ونزلها على الأرض فالناس التفت حوله من أنت ليكون الخضر ليكون أنت العباس ليكون أنت كذا قال عمي أنا لا الخضر ولا العباس ولا أحد فلان وقف في الباب يصيح فلان فلان يجوا جماعة قالهم منه آني مثلا قالوا أنت حسن علي حسن علي الإصفهاني مثلا فد رجل ما كان كأنه مو من أهل البلد من خارج البلد شنو شغله شغله حمال حمال يعني شنو يعني عنده فد عربة اللي يريد عنده مسواق عنده شيء يريد يشيله يريد يوديه كذا يساعده مقابل أجر أجر بسيط قال أنا هذا اللي قال لولكم أن أنا اسمي مثلا حسن علي الحمال أنا ها أنت وكذا وشلون صار وكذا شلون قدرت هاي الطفلة اللي سقطت تمسكها في الهواء شفنا لك أشرت لها وقفتها ونزلتها قال الله كيف قال أنا من يوم كلفني الله عز وجل هذا شوف الطهارة طهارة الذات طهارة الأعمال شوف هذه قال أنا من أوائل شبابي من يوم كلفني الله عز وجل قال لي افعل فعلت قال لي لا تفعل ما فعلت اسمعت كلام أنا ترى أنا معالم لا أنا انسان بسيط وانا مو من اولياء الله لا انا انسان بسيط انا انسان اشتغل هنا باب الصحن اشتغل والناس كلهم يعرفوني هنا انا لا من اولياء الله ولا كذا بس انا اقول للكم اذا تسألوني السبب من يوم كلفني الله عز وجل انا قلت على عيني الهي امرتني بالصلاة صليت امرتني بالصوم صميت الله الله طهارة الذات قال لي لا سوي كذا ما سويت اسمعت كلام الله فلما شفتكم مخبوصين عرفت اللهم يسمع كلامي الله الله شوف اشقد ثقة بالله عنده ويدري مكانت عند الله عز وجل يعرف مكانة الله شنو عنده فمكانته عند الله كذلك شنو مكانتك عند الله شنو مكانة الله عندك تحترم الله تسمع كلام الله اتقدر رب العالمين هو هم يقدرك قال عمر قال لي افعل افعل فعلت انا هم قلت له افعل وقفها فاوقفها وانا نزلت الله الله لطهارة الذات لطهارة الذات اقول تعقيبي على هذه القصة اللي انا سمعتها من احد العلماء وهو بدوره سمع ممن شاهدها مو قصة خيالية قصة حقيقية فاذا كان انسان بشر عبدي اطعني تكن مثلي اقول للشيء كن فيكون مثلي في هاي الجهة مو مثل الله ليس كمثله شيء يعني في هذه الجهة اقول للشيء كن فيكون اذا اطاع العبد ربه يقدر يعمل خلاف الطبيعة يقدر يوقف هذا الحجر اللي يجي اذا انسان يقدر يد الله صير مغلولة الله من يقدر يصرف بعد فشن الغرض الغرض ان الظاهر اللفوظ يد الله فالجماعة بل يداه مبسوطتان فقال له هالشكل قال له لا هاي صفة المخلوقين مو صفة الخالق هذه حاش الله عز وجل من ذلك اروح لك على الرواية اللي بعد هذه الرواية اللي تفسر جهة اخرى كنا عند ابي عبد الله عليه السلام فسأله رجل عن قول الله كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا وجه الله كل شيء هالك إلا وجه الله إلا وجهه وجه الله يعني هذا يعني صارك مثل إليه لا ليس كمثله شيء إذا ليس كمثله شيء لا بد أن يؤول قال ما يقولون فيه الناس شنو تحجي هالمسلمين بأسواقهم في تجمعاتهم جمعاتهم في أروقتهم العلمية شنو يحجون شنو يقولون ما يقولون فيه قلت يقولون يهلك كل شيء إلا وجهه فقال يهلك كل شيء إلا وجهه يعني هذا لا وجهه الذي يؤتى منه يعني إلا الطريق إلى الله ونحن وجه الله الذي يؤتى منه وجه الله يعني الواجهة الإلهية يعني التي تدل على الله يقولون وجه البناء واجهة البناء اللي تدل عليه وجهة البلد وجه البلد يعني ما يدل على البلد ما يعرف البلد هذا هم يسمى وجه يعرف الشخص فوجه الله الذي يدل على الله الذي يعرف الله عز وجل مو هذا الوجه فالمقصود الطريق المعرف لله عز وجل من أراد الله بدأ بكم الأدلاء على الله فوجه الله في القرآن مو يعني هذا الوجه وجه الله في القرآن يؤول ليس كمثله شيء فوجهه عز وجل هو الذي يدل عليه الواجهة التي يدل عليه وهم العم عليهم الصلاة والسلام إذن هذا المعنى إن شاء الله يكون واضح عندكم سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه ها نفس السؤال شوف إش قد كان يبث بين المسلمين أن الله له وجه وجه كبرات وبعدي يطلعون قصاص يسوون سوالف عجيبة النبي صلى الله عليه وآله شاف وجه رب العالمين أمرد بشكل شاف شاب ثلاثين سنة عمره واللحي ما عنده وهل سوالف الباطلة هل سوالف المزخرفة والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء حاشا لله من ذلك فهذا الراوي متأثر بالأجواء الموجودة في شيء كل شيء هالك إلا وجهه قال دينه دين الله عز وجل وجه الديان الإلهي التي تدل على الله وكان رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم دين الله رسول الله وأمير هو دين الله هو وجه الله هو عين الله في عباده الله ما يعني عيون هالشكل عنده الله يعني مؤذ عنده لا هذه تدل على أن في الخلق أناس وجودهم ينسب إلى الله كما شرحنا سابقا إن الذين يبايعون كإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم شرحنا سابقا في الحلقة السابقة ولسانه الذي ينطق به اللسان المعبر عن الله عز وجل فلذا يقال له لسان الله يد الله على خلقه ونحن وجه الله الذي يؤتى منه لن نزال في عباده ما دامت فيهم روية ما ما دام الله يريد يرحم العباد إحنا موجودين فإذا انتهى الآمر رفعنا إليه فحينئذ تقوم القيام على الناس زين فإذا لم يكن فيهم روية وحاجة رفعنا إليه إذا رفعكم شي يصير مولانا فيصنع ما أحب يفعل ما يشاء فهم رحمة الله الواسع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هم رحمة الله هم وجه الله يعني مولانا الله إلى وجه ذول لا مو الله ذات الله لها وجه هؤلاء لهم من الكمال بمنزلة الوجه الإلهي وجه الله يعني الدال على الله تبارك وتعالى فهذه الأشياء يقال عين الله يعني الشخص الذي أطلعه الله على خلقه كما لا يخفى على عين الله شيء لا يخفى على النبي شيء يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا على الخلق هو شاهد إلى يوم القيامة هو شاهد على جماعة ذاك اليوم ولا شاهد على من كان معه إنا أرسلناك شاهدا فالرجل الذي يجعله الله شاهدا على خلقه هو عين الله هو أذن الله شاهد يعني يرى ويسمع فهو عين الله وهو أذن الله عز وجل فوجهه وجه الله وجنبه جنب الله وروحه روح الله فهو عبد الله الممحض في الدلالة على الله عز وجل فإذن ما يرد عندنا من كلمة يد الله وجه الله عين الله أمثال ذلك لا بد أن تؤول التفتت إلى هذا المعنى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم والحلم والمعرفة إنه ولي ذلك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم عجل لوليك الفرج